اشتركوا في القناة من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يمضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن موضوع هذه المحاضرة وعنوان هذه المحاضرة هو هم العدو فاحذرهم الشيعة الشنيعة وجرائمهم المريعة يعني جرائمهم ضد أهل السنة الشيعة فرقة من الفرق التي خرجت عن الصراط المستقيم وخرجت عن الأصل منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأن الله عز وجل حينما أتم هذا الدين وأكمل النعمة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أبيض لا تشوب شائرة كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية لا يزير عنها إلا هالك والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التفرق والاختلاف فقال إنه من يعش منكم بعدي نقول للصحابة وبعضهم أدرك الفتن إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ليس اختلافا قليلا بل كثيرا وهذا الاختلاف الكثير فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق حديث الافتراق المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين يعني أكثر من افتراق اليهود والنصارى كلها في النار كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة يعني كلها في جهنم هذه الفرقة يعني اثنتين وسبعين فرقة في جهنم وفرقة واحدة ناجية في الجنة الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الخير يسألون عن الفرقة الناجية حتى يتمسكوا بها ويتشبثوا بها ويكونوا عليها قالوا من هي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية قال هم الذين ما أنا عليه وأصحابي هذا هو المعيار فالشيعة فرقة من الفرق الكثيرة الهالكة الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة وعن الصراط المستقيم لأنهم ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طبعاً افترق الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خصوصاً بعد في نهاية خلافة علي بن أبي طالب في خلافة علي بن أبي طالب ظهرة الخوارج وظهرة الشيعة وظهر الاختلاف وكان قبل ذلك بقليل في زمن عثمان حينما ظهرت الخوارج بمؤامرة عبد الله عبد الله بن سبا الذي ألب هؤلاء الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً وعلي رضي الله عنه قتل مظلوماً وظهرت الشيعة بمكائد ودسائس يهودية يعني أصل التشيع مكيدة يهودية كادها رجل من صنعاء من اليمن أم حبشية أم يهودية اسمه عبد الله بن سبا يحاول الشيعة أن ينكر شخصية ابن سبا لكن هو أصل التشيع يعني التشيع هذا المذموم المنقوط اللي خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ظهر في زمن علي ولا ظهر في زمن الصحابة إنما ظهر بعد ذلك وهذا عبد الله بن سبا الحميري الملقب بابن السوداء أظهر القول بالرجعة وبالوصية ليحدث ليحدث فتنة في الأمة الوصية أنه النبي عليه السلام أوصل علي بالخلافة والرجعة أنه علي سيرجع بعد موته ومقتله وسيحاكم وسيحاكم أبي بكر عمر والصحابة ويعني يقيم الحد على من سلب الخلافة بزعمهم فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم اللي وقع بينهم اللي كان فريق مع علي وفريق مع معاوية هذا معذورين في لأنه كان عن تأول واجتهاد كان عن تأول وعن اجتهاد وما خرجوا عن الصراط المستقيم ولا خرجوا عن السنة والجماعة وإنما يبدأ التشيع المذمون الممخوت الذي اكتوت الأمة الإسلامية بناره وإلى هذه الساعة وإلى أن يشاء الله منذ قام عبد الله بن سبا بفتنته حينما زعم أن علي إله والعابة السباية جماعة عبد الله بن سبا هم أصل النصيرية العلوية الذين يحكمون الآن في الشام ويقتلون المسلمين شر قتلة وهم غلات الشيعة والشيعة الإثنى عشرية رغم أنهم يكفرون النصيرية لكن الآن التقوا معهم وتحالفوا معهم لأنه عدوهم المشترك واحد وهو السنة والشيعة يتحالفون مع إبليس والشيعة والشيعة الشيعة кими المشترك النصيرية perché المشترك المشترك tersebut maka Nabi katakan akan melihat banyaknya perbedaan dan perselisihan perbedaan dan perselisihan yang banyak ini telah ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan hadithul iftirak yang terkenal yaitu hadith perpecahan umat itu sabda Nabi SAW iftarakatil Yahudu wal-Nasara ala thintain wa sabi'ina firqah Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبِعِينَ فِرْقَهُ adapun umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok 73 golongan tentu perpecahan umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak dari perpecahan Yahudi dan Nasrani maka Nabi SAW katakan كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَهِ semuanya di neraka kecuali satu bayangkan disini 72 di anjam neraka jahannam hanya satu yang selamat dan sahabat radiyallahu anhum adalah orang-orang yang giat orang-orang yang semangat ingin mengetahui kebaikan dan kebenaran maka mereka mengatakan قَلُّهُ مَنْ هِيَا يَا رَسُولُ اللهِ siapa mereka ya Rasulullah yang satu tersebut maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku seperti hari ini kata Nabi SAW inilah yang menjadi patokan inilah menjadi barometer dan tolak ukur kebenaran tersebut maka syiah diantara kelompok yang celaka kelompok yang sesat kelompok yang menyimpang dari al-kitab wa sunnah kelompok yang menyimpang dari surat al-mustaqim karena mereka tidak berjalan dengan apa yang telah dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tentu kita mengetahui perpecahan ini terjadi di akhir khilafah Ali bin Abi Talib atau di zamannya Ali bin Abi Talib muncul khawarid muncul syiah dan tujuh juga perselisihan terjadi di zaman Uthman bin Affan radiyallahu anhu tentunya ini karena persekongkolan dan perbuatan dan tipu daya yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi sehingga Uthman bin Affan terbunuh dengan penuh kezaliman demikian juga Ali bin Abi Talib terbunuh dengan penuh kezaliman dari orang-orang tersebut munculnya syiah ini merupakan tipu daya dan susupan disusupi oleh musuh yaitu Yahudi namun syiah berusaha untuk mengingkari siapa peribadinya Abdullah bin Sabah yang mana dia adalah salah seorang Yahudi son'a diaman ibunya seorang Habashi Yahudia tetapi itulah dia hakikat dan dasar dari munculnya syiah tersebut Abdullah ibn Sabah al-Yahudi dia telah memunculkan ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat yang berselisihan dengan madhab ahlus sunati wal jamaah diantaranya adalah akidatul rajah wal wasiyah al-wasiyah adalah bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengwasiatkan dalam pandangannya bahwasannya yang menjadi khalifah setelah rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Talib kemudian yang namanya akidatul rajah adalah bahwasannya Ali bin Abi Talib akan kembali setelah kematiannya hidup kembali dan akan menghukum orang-orang yang menyelisihinya dan merebut kepemimpinan darinya seperti akan menghukum Abu Bakar akan menghukum Umar dan menghukum siapa saja yang terlibat yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan umat ini tentu kita sebagai ahlu sunati wal jamaah memahami dan mengetahui bahwasannya Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang lainnya terjadi di tengah-tengah mereka perselisihan perselisihan mereka berangkat dari ijtihad berangkat dari ilmu maka mereka diberi udhur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan perselisihan mereka tidaklah mengeluarkan mereka dari surat al-mustaqim jalan yang lurus jalannya Rasul s.a.w. mulainya Al-Tashayyuh Syiah yang tercelak ini dari zaman dahulu sampai kiamat tiba ini berangkat dari pemikiran yang disusupi yang disusupi Abdullah bin Sabah il-Yahudi ketika dia mengatakan bahwasannya Ali adalah Tuhan Ali adalah Ilah dan As-Saba'iyyah disandarkan Kapital Abdullah bin Sabah il-Yahudi dikatakan kelompok As-Saba'iyyah merekalah dasar dari kelompok Syiah An-Nusairiyyah yang menguasai Suriyah sekarang ini yang mana Nusairiyyah ini merupakan kelompok ekstrimnya Syiah yang telah dikapirkan oleh Syiah Al-Ithna'ashari'ah atau Rafidah tetapi meskipun dikapirkan oleh Syiah Al-Ithna'ashari'ah Rafidah kelompok Nusairiyyah ini ketika melawan Ahlus Sunnah diwaljama'ah mereka bersatu baru karena sebagaimana kita mengetahui bagaimana Iblis dan sekutu-sekutunya ketika melawan orang beriman ketika melawan Ahlus Sunnah maka mereka pun bersatu padu demi membantah dan melawan Ahlus Sunnah wal-Jama'ah والمجسوسة في الإسلام والحركات التي خرجت عن الصراط المستقيم لو بحثت تجد من شأها يهودي أو نصراني لأن أصل الضلال وأصل الانحراف من سبيلين غير المغضوب عليهم ولا الضالين من سبيلين السبيل الأول سبيل اليهود المغضوب عليهم والسبيل الثاني سبيل النصارى الضالين ولهذا أمر المسلم سبع عشرة مرة في الصلاة المكتوبة فقط أن يستعيذ من هذين السبيلين لا تقوم له صلاة إلا إذا استعاد من سبيل اليهود المغضوب عليهم والسبيل الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقبل ذلك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والذين أنعم الله عليهم بيَّنهم الله في سورة اللساء حيث قال وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم والصدقين وعلى رأسهم أبي بكر والشهداء وعلى رأسهم عمر لأن عمر رضي الله عنه شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اهتز أحد وضربه برجله الشريفة وقال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهداء وكان عليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وهذا يؤكد أن عمر شهيد وعمر رضي الله عنه عدو الرافضة لأنه هو الذي أسقط أمبراطوريته من فارسية وكل هذا الغضب والحنق والعداوة لعمر لا لأن اسم عمر لا لأن عمر الفاروق هو الذي أسقط الأمبراطورية الفارسية المجوسية والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا ذهب كسره فلا كسره بعده وإذا ذهب قيصر فلا كيصر بعده ولم تقوم ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله مدام هناك من يمضي على سنن الصحابة في الجهاد والدعوة والعلم والتعليم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه فإذا فإذا التشيع أصلا مكيدة ومؤامر يهودية قادها عبد الله ابن سبا الملقب بابن السوداء اليهودي اللي بيهو من أهل صنعاء واللي زعم وأشاع بأنه علي إله وعلي رضي الله عنه غضب كيف يقول عنه إنه إله رب وأمر غلام له اسم قنبر فخد أخاديد وأشعل فيها النار وألقى السبائية في النار هؤلاء وفر عبد الله بن سبا فر من القتل أحرقهم بالنار علي رضي الله عنهم هؤلاء السبائية اللي أمه غلات الشيعة ابن عباس أنكر على علي أن يحرقهم بالنار وقال هلأ قتلتهم لأنهم ازدادوا فتنة به وقالوا لا يحرق بالنار إلا الجبار فازدادوا به فتنة وندم علي رضي الله عنه على تحريقهم بالنار ورجع إلى قول ابن عباس الحبر العالم الرباني فإذا أصل التشيع يهودي هذا ينبغي أن تعرفوه ولهذا هناك تلتقي مصالح الشيعة الرافضة مع مصالح اليهود بأنهم عدوهم مشترك الإسلام الصحيح والإسلام السني بل مصالح الرافضة الشيعة تلتقي مع مصالح اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والعلمانيين وكل أعداء الإسلام هناك تحالف هناك تحالف مجوسي إيراني يهودي نصراني شيوعي وثني ضد الإسلام في كل مكان ولهذا تاريخ الشيعة والتشيع أسود على مر التاريخ على مر التاريخ لم ينصر الإسلام ولم يجاهد أعداء الإسلام على مر التاريخ هم أعوان لأعداء الإسلام لأعداء أهل السنة والجماعة وسنستعرض وسنستعرض تاريخ الشيعة الأسود منذ نشأ وإلى عصرنا هذا في تحالفهم وتآمرهم وخيانتهم لأهل السنة والجماعة ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أعداء أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان ووقوفهم متفرجين على ذبح أهل السنة بل مشاركين في ذبح أهل السنة بأبشع أنواع القتل والذبح الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة هاملة ولا سبهللة بل بيّن المنهاج بيّن المنهاج الحق حتى تكون الأمة على بيّنه وذلك حينما قال حينما خط خطاً مستقيماً وخط خطوطاً عن اليمين وعن الشمال كثيراً ووضع يده على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله وهذه سبن على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا قالوا من هي يا رسول الله الفرق الناجية قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابه هذا هو المعيار هذا هو الكشّاف ما أنا عليه وأصحابه كل هذه الفرق خوارج شيعة معتزلة أشاعرة صوفية قدرية سم ما شئت كل هذه ليست على ما كان عليها الرفول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا وإن كانوا من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة لأن نفرق بين أهل القبلة وأهل السنة فالخوارج من أهل القبلة والرافض من أهل القبلة ولكنهم ليسوا من أهل السنة خالفوا أهل السنة في أصول الدين في أصول المعتقد في أصول الإسلام فقد يقول قائل يا لماذا تنقمون على الشيعة والرافضة طيبهم المسلمين يحجون ويعتمرون ويستقبلون قبلتنا ويقرؤون قرآننا ويتسمون بأسبائنا نقول هم في الظاهر ولكنهم في الباطل ليسوا معنا وليسوا منا هم يعادوننا ويحارموننا هم يشككون في قرآننا فالقرآن الذي تكفل الله بحفظ يشككون فيه ويقول بأن هذا القرآن ليس هو القرآن القرآن الذي أنزل على رسول الله هو إحداشر ألف آية وكذا بل قالوا سبعتاشر ألف آية يعني فيه نقص نحو إحدى عشر ألف آية طب أين هذا النقص بعضهم يقول هو عند القائل يعني عند الذي في السردان الإمام آخر الزمان وبعضهم يقول أكلته غنمت عائشة كأنها غنمت عائشة كان يعني شغلها أكل الأوراق المصاحف خرافات وأكابيم هم لا يأخذون بالسنة لأن السنة عندهم نقلت عن أناس ارتدوا عن دينهم إلا بضعة عشر رجلاً وبضعة عشر رجل لا يبلغ فيهم التواتر ولا يكفي لحمل الكتاب والسنة هم يشككون في الرسالة نفسها فبدل أن يسلموا على اليمين وعلى الشمال يضربون على أفخادهم ويقولون خان الأمين وهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام أمر بالرسالة إلى علي فحولها إلى محمد وهذا كفر هذا كفر أكبر لأنهم إذا كانوا يعتقدون أن الرسالة لعلي وجبريل حولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنهم يطعنون في الله لأن الله سكت عن فعل جبريل الله لم يعاقب جبريل على هذه الخيانة وهم كذلك يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ ما ليس له ويفضلون علي على النبي ويعتقدون أنه هو الأولى بالنبوة فكل هذا كفر ليس كفر واحد بل كفر بعضه فوق بعض ثم يأتي مننا من يقول إنهم إخواننا والله ليسوا إخواننا لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة وهل إخواننا من يذبحنا ومن يقتلنا ومن يحرق مساجدنا هل إخواننا من ينحر أطفالنا ويغتصب نساءنا هل هذا ممكن أن يكون أخلنا هل أخونا من يفرح بمصائبنا هل أخوك من يقف مع عدوك ويتفرج على ذبحك ويتآمر عليك مع عدائك على مر التاريخ على مر التاريخ وهذا النظام النصيري المجرم قتل من الشعب السوري الآن أكثر من نصف مليون في خمس سنوات وهجر ملايين هجر ملايين من أهل السنة من سوريا حتى صار أكثر من نصف الشعب السوري في المخيمات وفي العراء واتهد أهل السنة وسامهم سوء العذاب فهؤلاء هم العدو حقا وهم أعداؤنا أشد من عداوة اليهود والنصارى وكل قوى الكفر اليهود لا يقتلك على الإسم لأنه اسمك عمر واسمك عثمان وابو بكر هؤلاء يقتلون على الإسم يقتلون على الهوية اسمك عمر يعني ذبح اسمها عائشة يعني ذبح عداء تاريخي يتوارثونها ويورثونها لأبنائهم ويرضعونهم الحقد تطهير عرق ضد أهل السنة لأن لهم أطماع في المنطقة كلها في العالم الإسلامي كله لهم أطماع في بلادكم هذه ولهم نشاط خبيث ولهذا ينبغي أن تحذروا يا أهل إندونيسة يا أهل السنة أن تحذروا هؤلاء لأنهم عندهم مبدأ التقية التقية أو التقية يتظاهر لك بأنه يحبك وأنه معك وهو في الحقيقة يطأ على ظلك ليغيظ ليشفي غيظ قلبك يدفل على ظلك ليشفي غيظ قلبك يحاول أن يؤديك بأي طريقة يتمنى لك العنق وإذا كانت الصول والجول له يبطش بك أشد البطش إذا كان ضعيف هكذا الرافض الشيعة إذا كانوا ضعفاء يتمسكنون يتظاهرون بالمسكنة وأنهم مع الأخوة الإسلامية وأنهم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ويتظاهرون بأنهم مع القضايا المسلمين وكله كذب كله كذب وكله خداع فلهذا كانت محاضرتنا هذه هم العدو فحذرهم هم العدو والحقيم أيها المسلمون رحمة الله سبحانه وتعالى هم العدو والأخوة الإسلامية هم العدو والأخوة الإسلامية هم العدو والأخوة الإسلامية huاصل والآخوة الإسلامية هم عدو والأخوة الإسلامية أغوال انغالين orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrorani pembacaan suratul-fatihah diperintahkan setiap muslim untuk membacanya minimal 17 kali sehari semalam Kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari dua jalan kesesatan ini Yang mana solat tidak akan sah Tanpa kita membaca perlindungan tersebut Dan pada ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan إِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمَسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Itu jalannya orang-orang yang telah kuberikan ni'mat Maka orang-orang yang telah diberikan ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala perjelas dalam suratun nisa Dalam firmannya مَيُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Barang siapa yang taat kepada Allah Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Maka mereka bersama orang-orang yang telah diberikan ni'mat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dari kalangan para nabi Yang menjadi penghulu para nabi itu disini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam والسدِّقين dan orang-orang yang jujur Yang membenarkan agama ini Dan penghulunya orang-orang yang seddiq adalah Abu Bakar seddiq radiyallahu anhu wa arda والشuhada Dan orang-orang yang syahid Dan penghulunya yang syahid disini adalah Umar al-Khattab radiyallahu anhu wa arda Hal ini dipertegas dalam hadith nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud Maka Uhud itu pun bergetar Maka nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas Uhud Uthbut ya Uhud Nabi katakan Wahi Uhud diam engkau Fa innama alaika nabi Sesungguhnya di atas sekarang ada seorang nabi itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Wasiddiq ada seorang seddiq Yaitu Abu Bakar Wasyahidan yaitu Dua yang syahid Yaitu Umar ibn Khattab Kemudian Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lijami'i Ayuhal muslimun Rahmatullah azawajal Umar radiyallahu anhu adalah musuhnya orang-orang syia Bukan karena pribadinya Tetapi dimusuhinya Umar radiyallahu anhu Karena apa? Dialah yang menjantuhkan imperialis Persia Kerajaan Persia dijatuhkan di zaman Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Maka seluruh kemarahan ini Dan permusuhan ini Ditumpahkan dan dituangkan Karena Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Telah menghancurkan kerajaan mereka Dan kekuasaan mereka Maka Nabi SAW Kalau menjelaskan dalam hadith yang sahih Yang artinya Apabila telah hancur kisra Tidak akan ada lagi kisra selanjutnya Dan apabila hancur kaisar Tidak akan ada lagi kaisar selanjutnya Maka ketahui lah Wahaiqom muslimin Ini berita gembira dari Nabi SAW Bahwasannya Kerajaan Persia Sekuat apapun mereka untuk bangkit kembali Untuk menguasai dunia Tidak pernah akan mereka bangkit Selama ditegakkannya jihad Fisabilillah Selama ditegakkannya da'wah Dan selama ditegakkannya pengajaran Tentang sunnah dan ta'wid ini Mulainya Sejak jatuh Yang dijatuhkan Yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Sampai hari kiamat Mereka tidak pernah akan bisa bangkit lagi Dengan demikian Syiah merupakan Asal Muasalnya Datang dari Yahudi Yang dicetuskan oleh Abdullah Yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah Yang diberi gelar Ibn Sauda Anaknya si hitam Al-Yahudi Dari Son'a Al-Yaman Yang telah mengatakan bahwasannya Ali adalah Tuhan Dengan statement tersebut Dan ucapan tersebut Ali bin Abi Talib sangat marah Sehingga dia memerintahkan buddhanya kumbur Untuk membuat parit yang besar Lalu dinyalakan api yang begitu besar Dan dilemparkan pengikutnya Abdullah bin Sabah Kedalam parit yang berisikan api tersebut Larilah Abdullah bin Sabah Sehingga dia tidak bisa terbakar Namun Kejadian tersebut Justru Akan menambah keyakinan mereka Bahwasannya benar-benar Ali ini menjadi Tuhan Kenapa? Karena mereka Mengimani satu hadit Dari Nabi SAW Tidak ada yang menyiksa Dengan api Kecuali Tuhannya api Sementara Ali menyiksa Kita dengan api Maka benar-benar Ali ini menjadi Tuhan Kata mereka Maka bin Abbas Radiyallahu anhu Habrul ummah Ulama'nya umat ini Manasihati Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Dan mengingkari Perbuatannya yang membakar Pengikutnya Abdullah bin Sabah Dengan api Maka Ibn Abbas mengatakan Coba sekiranya Engkau bunuh saja mereka Jangan dibakar Maka Ali bin Abi Talib Menyesal atas Perbuatannya Dan dia mengikuti Pendapat Ibn Abbas Radiyallahu anhu Wa Ardahu Ayuhul Muslimun Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sini kenali Dan ketahui bahwasannya Asal dari As-Saba'iyah Pengikut Abdullah bin Sabah As-Syi'ar-Rafidah Ini berasal dari Yahudi Dan Mereka Memusuhi kaum Muslimin Bersepakat dengan orang-orang kafir Bersekongkol dengan orang-orang kafir Bahkan mereka melakukan Persekongkolan Kesepakatan Dengan Yahudi Nasrani Komunis Sekuler Dan Mushrikin Semuanya ini mereka lakukan Untuk membentung Membentung Kekuasaan kaum Muslimin Dan membentung Islam Dan kaum Muslimin Bahkan ada suatu Perkumpulan Persekongkolan Kesepakatan Iran Bersama Yahudi Bersama Nasrani Terang-terangan Di seluruh tempat Bagaimana mereka Menghadang Perjuangan kaum Muslimin Dan menghadang Islam Dan Sejarah Syiah Telah membuktikan Bahwasannya Sejarah mereka Hitam Kelam Sepanjang sejarah Tidak pernah mereka Sama sekali Membelak Ka'u Islam Tidak pernah Sama sekali Mereka Membelak Ka'u Muslimin Justru Mereka Berjuang Bersama Musuh-musuh Islam Untuk Menumpas Ka'u Muslimin Dan Menumpas Ahlus Sunnati Wal Jamaah Dan kita akan Paparkan Sejarah Kelam mereka Sejarah Hitam mereka Sejak Berdirinya Mereka Sejak Kemunculan Mereka Dan Pengkhianatan Mereka Persekongkolan Mereka Bersama Orang-orang Kapir Terhadap Ahlus Sunnati Wal Jamaah Dan terhadap Ka'u Muslimin Dan bagaimana Mereka Menghadang Islam Dan kaum Muslimin Ka'u Muslimin Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kita katakan Mereka Sebagai teman Sebagai saudara Mereka Bergembira Dengan terbunuhnya Ahlus Sunnah Bahkan Mereka Ikut serta Membunuh Ahlus Sunnati Wal Jamaah Membunuh Ka'u Muslimin Dengan Pembantean Pembantean Yang mengerikan Dan menakutkan Maka Oleh karena itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Membiarkan Umat ini Hidup Dalam Kebingungan Membiarkan Mereka Sia-sia Tetapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah menjelaskan Metode yang Benar Manhaj Yang benar Sehingga Umat ini Berjalan Di atas Bayinah Di atas Bukti Sebagaimana Yang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Telah gariskan Dengan Satu garis Yang lurus Dan Mengatakan Ini adalah Jalan Allah Yang lurus Lalu Menggaris Kiri Dan Kekanan Mengatakan Ini adalah Jalan-jalan Tidak Ada Yang Sunyi Satu Jalan Yang kiri Dan kanan Ini Malainkan Pasti ada Syaitan Yang menyeru Dan mengajak Kepadanya Lalu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membacakan Ayat Inilah Dia Jalanku Ikutilah Dia Jangan Kalian Mengikuti Jalan-jalan Yang banyak Nisaya Kalian Akan Terpecah Dari Jalan Allah Ayat Ini Ditafsirkan Oleh Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kita Sebutkan Tadi Yahudi Dan Nasrani Terpecah Menjadi 72 Dan Kau Muslimin Umat Nabi Muhammad Sallallahu Terpecah Menjadi 73 Semuanya Di neraka 72 Tersebut Kecuali Satu Yang satu Yang masuk Surga Dan selamat Siapa Mereka Humu Yaitu Mereka Orang-orang Yang mengikuti Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan mengikuti Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketahuilah Berjalan Di atas Jalannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berjalan Di atas Jalannya Para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Inilah Dia tolak Ukur Dan barometer Suatu Kebenaran Dan Keselamatan Seluruh Kelompok Sikti-sikti Yang menyimpang Dan yang lainnya Sebut Siapa Nama Kelompok Mereka Semuanya Mereka Tidak Berjalan Di atas Jalannya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Berjalan Di atas Jalannya Para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meskipun Mereka Dikatakan Ahlul Qiblah Yaitu Sama-sama Kita Salat Menghadap Qiblah Menghadap Baitullah Tetapi Mereka Bukan Dikatakan Ahlul Sunnah Wal Jamaah Perlu Dipisahkan Antara Ahlul Sunnah Dengan Ahlul Qiblah Ahlul Sunnah Yang Menjalani Apa yang Dijalankan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan para Sahabatnya Adapun Ahlul Qiblah Semua Mereka Yang Salat Menghadap Al-Qabah Al-Musharrafah Kauh Muslimin Indah Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Dikatakan Mereka Demikian Karena Mereka Menyelisih Prinsip Dasar Dari Akidah Ahlul Sunnah Maka Mungkin Sebagian Kadang Ada yang Mengatakan Kenapa Kalian Menjelek Jelekkan Syiah Padahal Mereka Itu Adalah Saudara Kita Mereka Haji Mereka Umrah Mereka Salat Nama-nama Mereka Sama Dengan Nama-nama Kita Kita Katakan Ia Secara Guhirnya Demikian Mereka Berhaji Mereka Umrah Mereka Solat Mereka Nama-namanya Seperti Nama Kau Muslimin Tetapi Batin Mereka Hakikat Mereka Sama Sekali Jauh Bersebarangan Dari Apa Yang Nampak Dan Dari Apa Yang Telah Digariskan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Mereka Bukan Termasuk Kita Mereka Memerangi Ahlu Sunnah Bahkan Mereka Meragukan Quran Yang Ada Di Tangan Tangan Kita Ini Bahkan Mereka Mengatakan Ini Bukan Quran Yang Hakikatnya Yang Diturunkan Oleh Allah Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Rasul Sallallahu Sallam Yaitu 17.000 Ayat Yang Kalian Baca Yang Tertinggal Di Tangan Kalian Hanya 11.000 Saja Sisanya Dimana Separuhnya Itu Dikatakan Terdapat Atau Disembunyikan Di Dalam Gua Oleh Al-Mahdi Sebagian Juga Mereka Mengatakan Bahwasannya Sisa Dari Yang 17.000 Yang Hanya 11.000 Sekarang Ini Adalah Dimakan Oleh Kambingnya Aisyah Ini Merupakan Mistis Mereka Khurafat Mereka Dajjal Mereka Kebohongan Mereka Kita Mesti Bertanya Kau Muslimin Yang Berhormat Allah Apakah Kambingnya Aisyah Tugasnya Hanya Memakan Mushab Tersebut Maka Sungguh Ini Merupakan Pernyataan Yang Konyol Sekali Ketahuilah Kau Muslimin Yang Berhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Juga Tidak Mengambil Yang Namanya Hadith Tidak Mengambil Yang Namanya Sunnah Kenapa Karena Kebanyakan Perawi Perawi Yang Dari Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kebanyakan Mereka Murtad Hanya Beberapa Orang Seja Yang Tidak Murtad Sehingga Dengan Demikian Tidak Bisa Dikategorikan Mutawatir Hadith Hadith Tersebut Kemudian Juga Mereka Meragukan Risalah Yang Mana Kita Melihat Ketika Mereka Solat Seharusnya Kita Seperti Kita Kau Muslimin Ketika Kita Assalamualaikum Ke kanan Assalamualaikum Ke kiri Namun Apa Yang Terjadi Pada Mereka Yang Terjadi Pada Orang Orang Syiah Mereka Memukul Paha Mereka Dengan Kedua Tangannya Sambil Mengatakan Khan Al-Amin Sang Amin Telah Berkhianat Siapa Yang dimaksud Disini Yang dimaksud Jibril Mereka Mengatakan Bahwasanya Jibril Telah salah Alamat Memberikan Risalah Seharusnya Diberikan Kepada Ali Nabi Talib Ternyata Jatuhnya Risalah Itu Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hakikatnya Perkataan Dan Akidah Ini Merupakan Perkataan Yang Kufur Dan Bahkan Ini Merupakan Kufurun Akbar Kemudian Juga Hakikatnya Mereka Ini Mencelah Allah Meragukan Perbuatan Allah Yang Mana Sepantasnya Ketika Allah Mengetahui Jibril Salah Alamat Seharusnya Allah Menegur Jibril Tetapi Ternyata Allah Tidak Menegur Jibril Maka Ini Merupakan Kekafiran Diatas Kekafiran Ayuhal Muslimin Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mungkin Ada lagi Yang datang Mengatakan Syiah Ini Saudara Kita Lalu Kita Katakan Bagaimana Kita Akan Katakan Mereka Saudara Kita Mereka Membunuh Kau Muslimin Membakar Masjid Ahlus Sunnah Membunuh Anak-anak Kau Muslimin Merampas Kehormatan Wah Kehormatan Wanita Ahlus Sunnah Apa Dikatakan Saudara Kita Mereka Bergembiraria Dengan Terbunuhnya Kau Muslimin Bahkan Menonton Dengan Ceria Bagaimana Terbunuhnya Kau Muslimin Yang Dibunuh Oleh Musuh Islam Sepanjang Sejarah Kita Lihat Sekarang Apa Yang Terjadi Di Suria Penguasa Suria Al-Nusairi Al-Mujrim Sang Penjahat Dia Telah Membunuh Lebih Dari Setengah Juta Ahlus Sunnah Di Suria Dalam Jangka Waktu Lima Tahun Lebih Dari Setengah Juta Dalam Jangka Waktu Lima Tahun Kemudian Memaksa Berjuta Juta Ahlus Sunnah Untuk Mengungsi Dan Lebih Dari Separuh Penduduk Suria Tinggalnya Di Perkemahan Pengungsian Dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mereka Terjepit Mereka Tersiksa Dan Mereka Mendapatkan Berbagai Macam Penyiksaan Yang Mengerikan Maka Ketahu Wahai Muslimin Asyiat Rafidah Asyiat Mereka Adalah Musuh Yang Hakiki Merusuh Kita Yang Sebenarnya Dan Permusuhan Mereka Terhadap Ahlus Sunnah Wal Jamaah Lebih Keras Daripada Permusuhannya Yahudi Dan Permusuhannya Nasrani Satu Contoh Yahudi Tidak Tidak Akan Membunuh Kita Karena Nama Umar Ditemukan Mungkin Nama Umar Tidak Akan Dimunuh Karena Namanya Umar Ditemukan Nama Namanya Aisyah Tidak Akan Ditemukan Berdasarkan Kartu Penduduk Kita Langsung Dimunuh Karena Namanya Aisyah Adapun Orang Orang Syiah Mereka Akan Membunuh Berdasarkan KTP Kita Kalau Nama Kita Umar Langsung Seketika Dipenggang Namanya Ada Pertanyaan Itu Dan Ini Maka Mereka Membunuh Sesuai Dengan KTP Kita Sejarah Telah Membuktikan Bagaimana Kejahatan Mereka Bagaimana Permusuhan Mereka Bagaimana Penyiksaan Mereka Terhadap Ahlus Sunnati Waljama'ah Dan Perlu Kita Ketahui Semua Usaha Mereka Semua Yang Mereka Lakukan Ini Semuanya Berangkat Dari Kedenkian Mereka Dan Permusuhan Mereka Terhadap Kaum Muslimin Dan Sunnati Waljama'ah Dan Mereka Memiliki Cita-cita Untuk Menguasai Dunia Ini Terutama Negeri Kita Yang Penuh Dengan Kebaikan Ini Maka Waspada Akan Mereka Karena Mereka Punya Standar Dan Mereka Punya Akidah Ketika Mereka Lemah Mereka Akan Adem Ayam Bersama Kita Mereka Akan Mengelus Kita Karena Mereka Punya Akidah Namanya Takiyah Mereka Tidak Akan Pernah Akan Menampakkan Permusuhan Mereka Ketika Mereka Lemah Mereka Akan Siap Berpura-pura Bahwasanya Mereka Teman Kita Mereka Saudara Kita Tetapi Ketika Mereka Sudah Berkuasa Mereka Punya Kekuatan Dia Akan Membunuh Kita Bahkan Ketika Dia Tidak Mampu Membunuh Kita Dia Akan Meludahi Bayangan Kita Semuanya Demi Apa Untuk Menyembuhkan Rasa Kebencian Mereka Yang Ada Di Dada Mereka Terhadap Ahlus Sunnati Waljamah Maka Jangan Terpedaya Dengan Slogan Slogan Mereka Moto Mereka Yang Mengatakan Al Maut Di Amerika Kematian Untuk Amerika Kematian Untuk Yahudi Kematian Untuk Israel Ini Semuanya Kalimat Dusta Kalimat Bohong Kalimat Sempalan Dan Omong Kosong Mereka Semua Tentu Dengan Sebab Inilah Tema Kajian Kita Pada Kesempatan Ini Adalah Syia Mereka Adalah Musuh Kita Maka Waspada Akan Pergerakan Mereka Bizi Al-Siyiia Slarat Mustşari Mustاشer Mustefshi Fy Jsad Hade Hady Luhum Akan Heim Mek 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 لا يريدون أن يدعوا بلدا ثنيا آمنا يريدون أن ينشروا ما ذهبهم الفاسد الباطل العاطل الكاسد بين أهل السنة وبين جهلة أهل السنة وهم يمتطون بعض الأحزاب المنتمية لآل السنة بعض الأحزاب القومية وبعض الطرق أكثر الطرق الصوفية فهم يلتقون هم والصوفية في التمسح بالأضرحة والتقديس الأضرحة والشرك والغلو في علي بن أبي طالب وآل البيت ولهذا هم الصوفية رواحٍ لهم يرتحلونهم للدخول إلى البلاد السنية وكذلك بعض الجماعات الحزبية بعض الجماعات الحزبية الذين يقولون إنهم إخواننا وإن خلافنا معهم سياسي وليس عقدي وهؤلاء جهلة لو قرأوا كتب الرافضة وقرأوا أصول أصول أصولهم لعلموا أنهم أن بيننا وبينهم بعد المشرق والمغرب الخلاصة أستعرض بعض جرائمهم لأن لأن بعض الإخوة بلغني أنهم جاهم مكان بعيد ولا نريد أن نؤخره فأقول لننظر إلى الواقع بعد سقوط بغداد صدام حسين رحمه الله هذا الحاكم كان في ظلم وفي عنده أخطاء ومن أعظم أخطائه دخوله الكويت الذي أعطى الزريعة للغرب أن يتدخل في المنطقة وجعل دول الخليط تتخلى عنه في أشد أزماته بسبب عدواني على الكويت لكن صدام حسين إن كان له حسنات فمن حسناته الوقوف في وجه المد الشيعي الفارس المجوسي ثمان سنين ذب هذا المد الشيعي عن المنطقة وخصوصا دول الخليط لأن إيران منذ عهد الشاء قبل الشاء لها أطمع في الخليط وتعتقد أن الخليط جعل العربي امتداد للأمبراطورية الفارسية ولهذا وفي زمن الشاء احتلوا الجزر الإماراتية الثلاث ولا زالت محتلة وتدخلوا في لبنان من خلال عملاءهم من حزب الله لا أقول حزب الله بل حزب الله لأنه حزب مشرك معادي للسنة وللصحابة ومعروف دور حزب الله وقبله منظمة أمل الشيعية في قتل الفلسطينيين وإخراجهم من الجنوب وقتلهم ومذابح صبر وشتيلة وبرج البراجنة والمخيمات اللي جرت على أيدي منظمة أمل حركة أمل اللي يعني تنزه لأهود عن أفعاله وكذلك الجرائم التي قام بها بشار حافظ الأسد وولده الجزار بشار الأسد من بعده وإلى هذه الساعة حيث يلقي البراميل المتفجرة على الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد بل يرمي عليهم الألغام البحرية التي هي مخصصة للسفن والبوارج الحربية لأغراقها للنكاية في أهل السنة قتل الحرب سجن تعذيب تشريد ما يتصور العقل الجرائم الجرائم التي يقوم بها الآن الحشد الشعبي والحركات المنظمات المليشيات الشيعية في العراق حرق مساجد أهل السنة قتل أهل السنة قتل أهل السنة اقتصاب نساء السنة تعذيبهم في السجون بأشتى صنوف التعذيب وأنك أنواع التعذيب وتحالف تحالف الرافضة مع الحلفاء تدخل الأمريكي والبريطاني وكانوا تحالفهم وعمالتهم وخيانتهم للعراق سبب في سقوط العراق كما تحالف ابن العلقمي أيام التتار مع التتار وأعطاهم أنقاب بغداد وأسرار بغداد وسقطت العراق أيام على يد التتار بسبب الرافضة وبسبب الوزير ابن العلقمي وبسبب خيانات الرافضة وربما يكون المسجد الأقصى سقط في أيدي الصليبيين بسبب خيانة الدولة الفاطمية الشيعية في مصر التي تحالفت مع الصالبيين من الصليبيين ضد أهل السنة وكما قلتم على مر التاريخ أعوان لأعداء أهل السنة ويتحالفون مع كل أعداء أهل السنة نكاية في أهل السنة وجرائمهم مريرة ومريعة على مر التاريخ القرامطة في عام ثلاثمائة وسبعتاش دخلوا إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وقتلوا الطائفين والحجان وجعلوا منهم سلالم وألقوا جثثهم في بئر زمزم واختلعوا الحجر الأسود وأخذوه وظل عندهم سنين أكثر من عشرين سنة ثم استرجعه المسلمون ووقف أبو طاهر أبو طاهر القرمطي على باب الكعبة متحدياً لرب العالمين وهو يقول أين الطير الأبابين أين الحجارة من سجيل وقتل للحرم من الحجاج حتى المتعلقين بأستار الكعبة ذبحوهم وقتلوهم مع أن أبرى الأشرم ما فعل ذلك المشرق الفيلة كلما وجهها أبرى الأشرم إلى الكعبة اتجهت باتجاه المعاكس الآخر صياناً لبيت الله الحرم المشرق كان إذا رأى قاتل أبيه في الحرم يتركه إلا الرافضة قتلوا الحجاج قتلوا أهل السنة في الحرم هؤلاء هم العدو الحقيقي الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة فاحذروهم أن يصلوا إلى بلادكم إن دخلوا بلادكم فستندمون أشد الندم وسيصيبكم ما أصاب إخوانكم في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان خيانات الرافضة على مر التاريخ البويهيين السلاجقة خانوا الخلافة العباسية إسماعيل الصفوي منع تقدم العثمانيين في أوروبا وصل العثمانيون إلى جبال الألب إلى فرنسا وكان يضربونهم من الخلف ويطعنونهم من الخلف فالطل للهجرة للرجوع من فتح أوروبا وإلا كان أوروبا كلها الآن مسلمة أيام سليمان القانوني بسبب خيانات الرافضة إيران هذه لم تكن شيعية كانت سنية في غالبا فبسبب الدولة الصفوية قتلوا أكثر من مليون سني فشيعوا الناس وشيعوا أهل إيران وانظروا الآن ماذا يفعلون باليمن ليهددوا الحرمين ويهددوا مكة والمدينة فالشيع لهم أطمع في مكة والمدينة وعندهم الحج إلى كربلاء وإلى النجف أفضل من الحج إلى مكة والمدينة وتربط النجف عندهم أفضل من مكة والمدينة وكانت عاصفة الحزم كالكي على الجرح للرافضة والامتداد الرافضة فجزى الله خير سلمان بن عبد العزيز في هذا المقام أقول جزاه الله خيرا هو وإخوانه الذين تصدَّوا للرافضة في اليمن للمد الرافض في اليمن الذي أراد أن تكون اليمن قاعدة انطلاق لاحتلال الخليج كله فكانت عاصفة الحزم هي الجزم وهي الداء العلاج لهذا الداء المستشري فالحمد لله أن الأمة استيقظت لخطر الرافضة والآن السنة أدركوا أن الرافضة ألد أعداء آل الأمة أشد عداوة من اليهود والنصارى ومن كل الأعداء قاطبة فنسأل الله أن يكفين شرهم ونسأل الله أن يرين فيهم عجائب قدرته اللهم ننصر الكتاب والسنة اللهم ننصر أهل التوحيد اللهم احفظ اللهم احفظ بلاد الإسلام بلاد أهل السنة والجماعة من كيد الكائدين من الفرس والمجوس واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم وصلى الله 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 وسلم için seal cambio6 percent emperor atau فيرسيا keólis dan bahkan di zamannya sya dia telah mampu untuk menjajah beberapa kepulauan dari kepolauan emirat arab dan sampai sekarang pulau itu jadi kemudian masuk pula d الشia ke libanon dari jalan dari jalannya حزب اللات bukan saya katakan حزب الله tetapi حزب اللات yang mana حزب اللات ini merupakan sangat memusuhi ahlus sunnati wal jamaah dan memusuhi sahabat nabi s.a.w kemudian bagaimana juga harakatul amal yang telah membunuh sekian banyak kaum muslimin di palestina yaitu kejadian sobra wasyatila yang mana peruatan-perbuatan mereka yahudi sampai berbuat seperti itu terhadap kaum muslimin demikian juga apa yang dilakukan adalah bapaknya basyarul asad bagaimana dia membunuh sekian kaum muslimin sekian ahlus sunnati wal jamaah demikian juga ananya sekarang basyar al jazar ya al jazar ini tukang sembelih kalau yang kerja dipatokan tiap hari nyembelih sapi kalau dia ini tiap menit menyembelih dan membunuh ahlus sunnah wal jamaah dia melemparkan bombom bermil bermili gentong dia lemparkan di tengah-tengah pemukiman ahlus sunnah pemukiman kaum muslimin yang menimpa anak-anak menimpa orang-orang tua menimpa orang-orang dewasa menimpa pemukiman-pemukiman kaum muslimin demikian juga dia lemparkan di tengah-tengah ahlus sunnah kaum muslimin apa itu? al-algam al-bahriyah yaitu rudal-rudal yang diperuntukkan untuk menghancurkan kapal-kapal laut ini dilemparkan di tengah rakyat mereka di tengah ahlus sunnah tiwal jamaah semuanya mereka lakukan apa? nikayaan al-sunnah sebagai ta'zib pemustahan dan genosida terhadap ahlus sunnah tiwal jamaah kemudian kita lihat bagaimana kejahatan mereka di Iraq di Iraq syiah membakar masjid-masjid ahlus sunnah membunuh kaum ahlus sunnah kemudian merampas kehormatan-kehormatan wanita ahlus sunnah dan membunuh ahlus sunnah yang masuk penjara dengan dan menyiksa kaum muslimin ahlus sunnah yang masuk penjara dengan siksa yang tidak bisa untuk kita gambarkan kemudian syiah mereka melakukan tahalu persekongkolan kerjasama dengan siapa? dengan Britania ya Inggris Raya kemudian dengan Amerika untuk menjatuhkan Iraq ketika dipimpin oleh Saddam Hussein ini semuanya karena persekongkolan mereka dan kerjasama mereka sehingga Iraq bisa jatuh dan ini mengingatkan kita akan sejarah bagaimana Ibn Al-Alqami seorang wazir menteri dari kaum muslimin di saat itu dan dia seorang syiah dia dengan mudah menyerahkan dan melepaskan kaum muslimin dan Iraq dan Baghdad kepada tartar karena pengkhianatannya Ibn Al-Alqami al-Rafid kemudian juga bagaimana jatuhnya al-Aqsa di tangan salibiyin ini merupakan apa? karena persekongkolan penguasa penguasa Fatimi Mesir dengan as-salibiyin para tentara salib untuk melawan ahlu sunnati wal-jamaah sehingga jatuhlah masjid al-Aqsa di tangannya as-salibiyin para tentara salibis di zaman itu inilah dia kaum muslimin darahat Allah azawajalla sejarah kelam mereka sepanjang masa dan permusuhan mereka terhadap ahlu sunnati wal-jamaah dan bagaimana persekongkolan mereka dengan musuh-musuh ahlu sunnati wal-jamaah kemudian kita melihat sejarah lagi Al-Qaramita sekitar tahun 315 dia masuk ke makal mukarramah masuk ke masjid haram membunuh orang-orang yang tawab membunuh orang-orang yang sedang berhaji dan membuang jasad-jasad orang-orang yang haji tersebut ke dalam sumur zam-zam lalu dengan gagah dan berani dia berdiri di tengah-tengah kaum muslimin di Kaabah di Makkah dengan mengatakan mana burung ababil tersebut mana dia burung yang membawa batu-batu yang dari api neraka tersebut mana dia sehingga dia membunuh sekian banyak kaum muslimin dan para hujad para jamaah haji sekaligus dia mencongkel Al-Hajarul Aswad dan dibawa ke negeri mereka beberapa puluh tahun sehingga kaum muslimin kembali mengembalikan dan mengambil batu tersebut ayuhal muslimun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mereka lah musuh kita yang hakiti dan asli mereka tidak akan pernah membiarkan kaum muslimin sedikit pun mereka akan mencari kesempatan dalam kesempitan dan keleangan keleangan kita maka waspada jangan sampai mereka masuk ke negeri kalian negeri Indonesia ini karena kalau sampai mereka masuk kalian akan menyesal kalian akan dibunuh sebagaimana terbunuhnya orang-orang ahlus sunnah yang berada di surya dan iraq mereka telah mengkhianati khilafah al-abasyah yaitu Ismail Sofawi demikian sejarahnya Ismail Sofawi bagaimana dia menghambat perjuangan al-Uthmaniyin kerajaan Islam di zaman Uthmani khilafah Uthmaniyah kaum muslimin dihalangi perjuangan mereka untuk membebaskan dan menaklukkan Eropa padahal sekiranya Ismail Sofawi tidak menghalangi dan bahkan mereka memusuhi Islam dari dalam Islam sendiri sekiranya dibiarkan kaum muslimin terus maju maka tentu Eropa ini tidak akan menjadi negeri kafir seperti zaman ini ini saya ditakdirkan Allah subhanahu menjadi negeri yang Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhal muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Iran hakikatnya zaman dahulu bukanlah negara syiah tetapi begitu berkuasanya pemimpin syiah dia telah membunuh sejuta ahlu sunnati wal jamaah sehingga dirubah Iran sekarang menjadi negara syiah kemudian baru-baru ini kita lihat bagaimana yaman yaman ingin dikuasai kemudian setelah menguasai yaman mereka akan menguasai makkah wal madinah tetapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak lain Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Arab Saudi yang dipimpin oleh raja salman jazahlahu khaira kemudian juga negara koalisi membendung dan menghantam perjuangan mereka yang akan menduduki kota makkah dan madinah dan akan menghancurkan kota makkah dan madinah sehingga yang dikenal dengan badai penghancur al-sifatul hazam ini taubahnya seperti kai seperti besi panas terhadap orang-orang syiah yang melukai mereka dan membakar mereka maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik dan balasan kebaikan kepada raja salman bin abdul aziz demikian yang telah membendung perpanjangan tangan syiah yang ingin memberikan tipu daya terhadap negara kaum muslimin terhadap makkah dan madinah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya dengan kejadian ini dengan adanya badai penghancur yang dilakukan oleh arab saudi dan negara koalisi umat islam bangkit dari tidurnya umat islam tahu bahwasannya musuh yang hakiki adalah syiah ar-rafidah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membela terus kitabnya dan membela sunnahnya dan membela sunnah dan serta ahlus sunnah dan menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari tipu daya asyiatul rafidhatul majus dan tipu daya orang-orang yahudi dan tipu daya orang-orang nasrani dan seluruh tipu daya musuh-musuh islam semoga salawat dan salam terus tercurahkan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam demikian para hadirin rahmatullah azzawajalla jumpa kita pada kesempatan yang mulia ini semoga apa yang kita ambil bermanfaat insyaallah mungkin ada beberapa pengumuman baru kita akhiri pengajian ini wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fajazallahu shaykhana khairan jaza ala maqadab wa ja'ala dhalika fi mawazin hasanatihi yawm al-qiyamah wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah wa rabbil alamin dikati